اشتركوا في القناة من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية حياكم الله وبياكم أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج الخطاب القرآني هذا البرنامج الذي يأتيكم مبرى الهوائي مباشرة من هذه المجموعة مجموعة قنوات كربلاء الفضائية مرآة العقيدة وراية الأحرار التحية موصول لكم سادة الكرام ضمن هذا البرنامج القرآني وكذلك أحيي ضيفي الدام في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح المتخصص في الدراسات القرآنية التحية طيبة لك فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم وحياك الله لك التحية والسلام والسلام عليكم أيها المشاهدون الأكالم ورحمة الله وبركاته جزاك الله وخير سادة الكرام نائية تجاوز يحلو من مقبل الإنسان تجاه النظام القيمي الذي أراده الله سبحانه وتعالى للعباد لن يتقنن عند الله بمفهوم الانتقام ولا يتقنن عند الله بمفهوم الهلاك والدمار إلا بعد حين إذا ما سعى الإنسان إلى ذلك إلى ربه بالاعتراف والإنابة فإن ذلك التجاوز يحل محله شيء عظيم وذلك ما يكون من البداء والتغيير والرحمة فالله سبحانه وتعالى يغير ما يشاء والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وقد دع الله سبحانه وتعالى عباده ألا يئسوا من ما يفعلوا من معاصي فنباب الرحمة والمغفرة وأشياء أخرى بالإمكان أن تتغير في نظام الله سبحانه وتعالى خدمة لمن يرجع إلى ربه منيبا مستغفرا توابا سعدة الكرام الرجوع إلى الله تعالى وأثره في تغيير الأقدار لنا في قصة يونس النبي يونس عليه السلام عبرة وموعظة من تغيير أقدار كثيرة حلت بنبي الله يونس عليه السلام وبقومه وأثر ذلك في حياتنا اليومية المعاصرة التحية موصولة لك مرة أخرى فضيلة الدكتور ولا بد لك من مقدمة أو كلام عن هذا الموضوع فضيلة الدكتور لكم الكلام شكرا جزيلا لك أستاذ عباس وأشكر لك عن كرم الانتقاء القرآن كله مكانز وانت تنتقي ما تبلغنيه من القصص والعبر والتوجيهات القرآنية ما يستدعيه ضرفنا وما تستدعيه حياتنا اليوم أحدنا يصاب بعلة يمر بضرف قاس بضر أو ضر فتجده يعاتب الله سبحانه وتعالى جرأة منه بلهجتنا العراقية الدارجة ليش ربي هيت سويت بي ليش سويت بفلان هيت ربي ليش أخذت ابني ربي ليش هيت سويت بأخوي بأمي بزوجتي كأمور فيها من الجرأة بالعتب تنضوي تحت عنوان الجهل بالمنزلة بين العبد وربه أو بقبح الأخلاق بخطاب العبد ربه فعندما يبين الله سبحانه وتعالى لنا ابتلاءاته أنبياءه ومرسليه وهم الأنموذج الأعلى وهم المعصومون وهم المرسلون وهم المقدسون المطهرون وهم الصابرون وهم المتقون المؤمنون فما شأني أنا أنا المذنب الخاطئ الآبق فعلا من كل ما به صلة بربي إذا كان النبي يونس عليه السلام قد ابتلي هذا الابتلاء الشديد فما بالك أنت أيها العبد لماذا لا تتعظ بأن البلاء لم يختص بك أنت بل وجه إلى خير خلق الله وهم الأنبياء بعد نبينا الأكرم صلى الله عليه وعليهم أجمعين فكانوا في قمة النجاح بصبرهم وبتقواهم وبتحملهم يعني أنا لا أريد أن أتحدث إلا بالتجارب الحقيقية فمن التجارب أن طالبا يقدم على الدراسة المسائية فيقيم الدنيا ولا يقعدها توسطا وذلا كي يستضاف في الدراسة الصباحية ويكذب ويتجرأ ويتحايل ليحقق شيئا في نفسه لا يبوح به بل لا يجرأ على البوح به صرنا نلوي عنق القانون صرنا نلوي عنق العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وصرنا نعترض عليه عندما نفتلى فجاءت قصصهم عبرة لنا لنتخذ من قصة النبي يونس عليه السلام دليلا لتصاغورنا بين يدي الله أنه قد ابتلاه هذا الابتلاء الذي لو ابتلينا نحن به لكفرنا ولخرجنا عن دائرة الوثوق بربنا جميل يا مفايم كثير بصراحة وهذا ما ورد في سورة الأنبياء وسورة الصافات وسورة القلم هناك وقفات كثيرة القرآن الكريم كرر الكلام عنها وهذا التكرار هو يختلف يعني ما هو في سورة الأنبياء عما هو في سورة القلم وعما هو في سورة الصافات يأخذها القرآن الكريم في كل سورة من جانب كما في قصص موسى عليه السلام والمحور واحد والهدف واحد طيب فضيلة دكتور هناك يعني أطرحات كثيرة حول مسألة أسمة الأنبياء عليه السلام وكنا عندما نتكلم في حلقات مضت عن سيدنا زكريا عليه السلام وسيدنا أيوب عليه السلام كانت هناك إشكالات كثيرة تطرح حول ما أن الأنبياء قد يحصون الله أو قد يتجرؤون على منظمة الإلهية في بعض الفاظهم في بعض تصرفاتهم كما فهمه بعض المفسرين من قوله تعالى وعصى أدم ربه فغوى أو عيونس عن عيونس كما في ما سنأتي إلي فظلنا لنقدر عليه لكن فضيلة الدكتور هذه القصة بالتحديد حصلت في العراق في مملكة نينة وأنا ذاك في وقتها وهي لربما يستغرب السامة أو المشكك أو حتى المستشرقين عندما بدأوا يتصفحون المفاهيم القرآنية والقرآن أنه كيف حوت أن يبتل إنسان وذلك كله لا شك ولا ريبة فيه ما دام الإنسان يؤمن إيمانا قطعيا بالتوحيد الإلهي وكل ذلك سوف يكون سهلا ويسير على قدرة الله سبحانه وتعالى وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه في صلاة الوفيلة نقرأها ولها وقع كبير جدا خصوصا ما روي عن أهل البيت من فضلها لكننا قبل أن نأتي إلى الفضل العظيم في هذا الاستخفار العظيم وهذا التسبيح العظيم دعني أن أسمع منك تفضلا وتكرما عن ذنون عليه السلام تفضل النبي يونس عليه السلام أرسل إلى الآشوريين كما تفضلت في نينوى التي كانت تتبع مملكة الشام عامة وهم قوم حباهم الله تعالى برزق وفير وكان من بينهم من يستحضروا الحكمة في حياتهم ولذلك كانوا يستحقون هذه الهداية ليسوا كالأقوام الجاهلية الأخرى ولا كالأقوام الوثنية الأخرى نحتوا من الحجارة الكبيرة أصناماً لهم أقاموها وعبدوها وجحدوا حق الله سبحانه وتعالى الذي منع عليهم بهذه النعم الوفيرة وبهذه الفيوض والعطاءات الكثيرة وكان النبي يونس عليه السلام شأنه شأن الأنبياء الآخرين عليهم السلام ناصحاً موجهاً محذراً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وهو واحد منهم كان مبشراً ومنذراً نذيراً ثبتوا على جهودهم وكفرهم وينذرهم بالعذاب الخالد الذي ينتظرهم بعد عالم الدنيا جيداً الآية تبدأ وذنوني إشارة إلى فعل سابق جاء الاسم ذا وهو من الأسماء الخمسة منصوباً بالألف والنوني مضاف إليه والنوني اسم الحوت كما ورد في ما ذهب إليه المفسرون واللغويون في أغلب الكتب والمضان إذن هو صاحب الحوت بمعنى صاحب ذا نعم بمعنى صاحب ذنوني إذ ذهب مغاضباً إذ تدل على ظرف مضى وحدث مضى وهذا تذكير من النبي صلى الله عليه وآله بخطاب الله تعالى إليه إلى الناس أجمعين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله أنكم يا من تجحدون فضل الله وتشركون به ستغضبونني أي سيغضبون النبي محمد صلى الله عليه وآله كما أغضب الآشوريون النبي يونس عليه السلام ذهب مغاضباً قد امتلأ غضباً من عصيان قومه إياه هو لم يغضب عليهم بمعنى أنه آذاهم أحياناً نقول لقد غضب الأب على الابن فضربه وغضبت الحاكمة على جاريتها فقطعت رأسها نتيجة التصرف نعم الغضب يذهب بالغاضب إلى ارتكاب الإثم بالضرب وبالإجرام لكن النبي يونس عليه السلام لم يكن هكذا وأنا أود أن أنبه الناس كلهم وأن أقف وقفة محترمي المفسرين الذين ذهبوا مذهباً لم أكن أتمنى أن أقرأه عنهم وهو مذهب تقصير الأنبياء عليه السلام الله تعالى عندما يختار لا يحتاج إلى مشورة أحد ما كان لهم الخيارة عندما يختار الله وعندما يأمر الله سبحانه وتعالى فإنه يأمر عن علم وحكمة ويختار عن علم وحكمة فاختيار النبي والمرسل عليه السلام لا يكون صدفة ولا يكون فجأة يعني ليس كأنا عندما أريد أن أختار عاملاً للعمل في بيتي فأذهب إلى ساحة تجمع العمال وأرى شخصاً قوي البنية وأقول هذا يناسب وعندما آتي به إلى موقع العمل أجده خلاف ما كنت أتصوى أجده مضطم على أمراض مزمنة وطارئة كثيرة جداً ظاهره ليس كباطنه بحيث إنه عندما يبدأ يعمل يقع مباشرة لأنه قد أصابه الإعياء واشتد عليه المرض ولكنني تركت شخصاً ذا جسم نحيل أو رشيق أو ذا بنية بسيطة متوسطة أو صغيرة ولكنه جاهد في حركة كان مملوءاً بالحيوية والنشاط لصحته جعل الله تعالى الجميع بصحة وعافية عند ذاك أكون قد أخطأت الاختيار لأنني قد غرني المنظر وليس لي حكمة ولا لي علم بما يطم عليه صاحب البنية الذي اخترته أما في منظومة السماء الله تعالى لا يسري عليه هذا الوصف هذه من الصفات السلبية على الله سبحانه وتعالى الله عالم وليس بجاهل الله حكيم وليس بمتسرع ولا متردد يقول عن حكمة يأمر عن حكمة ويختار عن علم فالنبي الذي يختاره لا يخطئ أبداً والابتلاء الذي يبتلاه إنما يكون لعلة وتسبيب إلهي لإعلاء شأنه صابراً الله تعالى بالتفضيل نعم الله تعالى اختار النبي يونس عليه السلام وابتلاه بمغادرته قومه هذه المغادرة أفضت في لاحق من الأوقات إلى ضجيجه بالتسبيح لله سبحانه وتعالى فصار من المسبحين فضيل الدكتور ويؤيد كلامك كذلك رتبة أخرى في سورة القلم يقول تعالى فجتباه ربه فجعله من الصالحين كيف يكون مجتباً كيف يكون صالحاً لولا أنه قد نجح في الاختبار الذي مضى الذي كان ممكن أن يكون درساً لنا أحسن إنسان عندما يضع في الاختبار يوضعه الله في الاختبارات قد يفسد إيمانه أصلاً فنحن عندما نصلي مثلاً صلاة الغفيلة نتصور ونحن نقرأ فظن أن لن نقدر عليه وذنوني الذهب مغاضباً أحدهم مرة سألني قال دكتور أكان يونس عليه السلام غاضباً على الله لأنه لم يعطه ما أراده منه وأكان يونس عليه السلام مؤمناً بأن الله لا يقوى على الإمساك به أو إرجاعه قلت له لماذا؟ قال وذنوني الذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر هذا الفهم السطحي لا يلزمنا بالإيمان أنا إذا كنت سطحي الفهم إذا كنت متوسط المعرفة هذا لا يعني أنني يجب أن أكون مكبلاً بمعرفة اليسيرة أو الوسطية علي أن أسأل أن أبحثت فلولا نفر من كل فرقة النفور لأجل التفقه في الدين ومعرفة الكتاب ومعرفة الألفاظ والسؤال عن الكتاب وعن الألفاظ نعم طلب العلم فريضة هذا هو العلم الذي يجب أن يطلب ولو كان طلب العلم سوى علم الدين المتصلي بالقرآن الكريم هو المفروض على العبد لكان علي أن أطلب علم الطب وعلم الهندسة وعلم الرياضيات وعلم الفلك وعلم الفيزياء والكيمياء ولهلكت بأمر الله لأنني لم أكن عالماً بهذه العلوم طيب دكتورة حياناً هناك يكون هناك تجميد من قبل بعض الأساتذة وحتى الأربما رجال الدين أنك لا تتدخل في النصوص القرآنية ولا ينبغي لك أن تفهم ولا ينبغي لك أن كذا كذا لأن هذا عليها ألف علامة استفهام ويبقى جمود جمود كما هو وبالتالي تخلف لنا هذه الأمور رأيكم في ذلك دكتورة هذا تجهيل للناس التجهيل الأول ولذلك وضع القرآن على الرفوف وعلى السيارات في مكان السيارات وأصبح للتبرك أو للبركة ولا يعلم أي البركة التي تحلوا من هذا الشيء التجهيل الأول أن يحذر الإنسان من الولوج في القرآن الكريم قراءة وطلبا للفهم أو قولا بما يفهمون دربهم هي سياسة شيطانية حسنتكم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دعان الله للتدبر الله تعالى حرم عليك أن يكون قلبك مقفلا عن فهم القرآن ومرنا بالاستماع والإنصاد ليتدبروا آياته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له استمع غير اسمع استمع أعر نفسك وقواك وجوارحك وجوانحك المسموعة تحصل على الأثر القيم نعم وأنصتوا بعد الاستماع يأتي الإنصاد وهو الدرجة وهي الدرجة التي الإنصاد هو الدرجة التي تمكن المنصتة من الإفادة مما يستمع إليه أو مما يستمع له ولاحظ فاستمعوا له اللام تدل على الملكية أي يجعلوا أنفسكم ملكا للقرآن مطلقا وهذا يفارقوا فاستمعوا إليه لا تنتهي غاية الاستماع إلى القرآن بل كونوا ملكا للقرآن طيب التجهيل الثاني الآخر عفوا التجهيل الآخر هو الحديث السقيم الذي افتري على النبي صلى الله عليه وآله لا تكتبوا عن الحديث كي لا يختلط بكلام الله أو كي لا يختلط بالقرآن إن صدق عاقل هذا الحديث فإنه سيجعل النبي محمدا صلى الله عليه وآله قد وثق أن كلامه مطابق للقرآن الكريم والله تعالى تحدى أن يؤتى بسورة من مثله فكيف يمنع النبي صلى الله عليه وآله توثيق حديثه بقوله كي لا يختلط بالقرآن القرآن ينماز عن كلام المخلوقين وإن كان المتكلم النبي محمدا صلى الله عليه وآله إذن إغلاق القول في القرآن الكريم بقراءة القارئ أي أقصد القراءة التي يفهمها تجهيل وخطر في نفس الوقت وخطر في نفس الوقت والتالي يترك القرآن كما معلم بل يقرأوا وافهموا وقولوا ولكننا نسلموا أن الله تعالى أعلم فنحن نقرأ وغيرنا يقرأ من سبقنا قرأ ومن سيأتي سيقرأ وتبقى القراءة الحق سنت هي التي قصد صلى الله عليه وآله اليوم وسائل الدلالات والتفاسير والروحة كثيرة والبحوث في هذا المجال كثيرة جدا فبإمكان الإنسان يحصل على أكثر من معلومة عن أي كلمة وغير ذلك طيب دكتور ما معنى مغاضبا بالتحديد وما معنى فظن هل الأنبياء يظنون نعم لاحظ وأنت تعلم أن الظن يأتي أحيانا لتشكيك في أمور طبعا مغاضبا على وزن مفاعل مفاعل مغاضب مفاعل والمغاضب صيغة تدل على الاشتراك هذا مبالغة هنا هذا مقاتل نعم صفته هو وحده مقاتل يعني فيها مبالغة هنا لو سمحت نعم أقول هذا مدرس صفته مدرس من الفعل درس درس من أربعة أحرف هي الدال والراء والراء والسين فاسم الفاعل منه على وزن أو بصيغة مضارعه مع عبدال الحرف الأول ميمن مدرس هذا قد غضب فهو غاضب هذا يغضب فهو مغاضب من المشاركة فالذي يغضب يغضب بصفته هو نفسه أما الذي يغاضب فقد أثير فاستثار جميل فثار جميل فإذا ثمت جهة أخرى قد أغضبته فغضب فغضب النبي يونس عليه السلام كان لله والذي أغضبه هم قومه جميل فالمغاضب هو الذي يأبى فعلا ممجوجا قبيحا صدر من مقابل بفهم أزهل كان ثائرا لله أحسنت فغضبه كان لله سبحانه وليس على الله كما يظنون كخوف النبي موسى عليه السلام فأوجس في نفسه فأوجس في نفسه خيف هو لم يخف من سحره منهم خوف الخشية على نفسه بل على قومه بل خاف من خاف من خاف أولا خشية لله سبحانه وتعالى خاف تقوى عظمى بين يدي الله وخاف على قومه من الضلال ومن الضياع وخاف أن يتفاخر الأعداء بانتصارهم عليه بسحرهم جميل إذن هو لم يخف منهم بل كانت خشيته وخوفه لله وعلى القوم صار المعنى كل شيء واضح أحسن خشية أن يصدقوا هذا السحر فيتركوه فيتركوه ثم يؤيدوا الساحل طيب هذا المعنى واضح فظن الظن لا يعني الشك أبدا إنما في الدلالة يحكمها المقام السياق السياق مقام اللفظ و مقام النص ومقام الجملة هو الحاكم تمام على دلالته جيد ظننت السراب ماء هذا شك شك تمام واضح حسن ظننت الجنة حقا هذا يقين نعم عن النبي يوسف عليه السلام ماذا قال الله تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما ظن النبي يوسف عليه السلام حقيقة واعتقاد لا شك فيه إذن ظن لها معاني كثيرة بحسب السياق الذي يرد فيه الفعل ظن كمورد حين في القرآن نعم كهذا المورد كما تفضلت المنذرين والمنذرين كما أرسلنا فيهم منذرين هولى أنبياء وهاولى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هولى الأنبياء وهاولى الحركة جعلت الدلالة تغايرة إذن المقام يجعل دلالة اللفظ متغايرا فظن أنه أي اعتقد اعتقاد يقينيا لا شك فيه بل لا ريب فيه ماذا ظن أي ماذا اعتقد أن لن نقدر أن هذه أن التمهيدية التفسيرية التي بعد تهيئية لن النافية التي ذهب اللغويون إلى إفادتها التأبيد وإن كنت يقولون لن تفيد التأبيد أنا برأيي أنها محكومة بالسياق أيضا أقول لن أقوم هذا لا يعني أنني لن أقوم إلى الأبد فإنني في لحظة ما سأ يعني اشكال لكم دكتور في كلمة الأبد لا تفيد الأبد مطلقا إلا بحدود سياقها هنا ماذا تفيد فإن لم تفعلوا في قولي تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة هؤلاء لن يفعلوا إلى الأبد هنا تفيد التأبيد لكنها لا تفيد التأبيد بالمطلق بل بحسب موريدها كما قلت إني لن أقوم هذا لا يعني أنني أقوم إلى الأبد طيب فظن أن لن نقدر هذه تأبيدية لماذا لأنه رسول ولأن إيمانه يقيني ولأن ظنه يقيني بما ظن أو ما الذي ظنه فظن أن لن نقدر ونقدر هذا وصف لله سبحانه وتعالى طيب ما معنى نقدر أي لن نستطيع لا لن نقدر أي لن نجعل القدر عليه معدوما فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه رمير الهاء فظن الدكتور اللي أمن يعود هنا لو سمعت لي فقط فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه لن نضيق عليه المقام والنجاة فهو ناج بإيمانه بالله سبحانه تعالى فهي من القدرة التي يؤمن هو بها لن نقدر لن ننهي هذه القدرة لن نحجمها لن نضيقها لن نجعله في دائرة يحكم بها إحكام الحائر اليائس فلن هناك تغيير الأقدار سوف يحل في ذلك طيب دكتور لا تسمح لي سيد المهرج يشير إلى هناك فاصل وبعدها إن شاء الله نواصل معك تتمت الحديث إن شاء الله وما تبقى لدينا من صورة الصوفات وصورة القلم وصورة الأنبياء سادتي الكرام ابقوا معنا ولكن بعد فاصل قصير ولنا عودة معكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الله العليم العظيم عن الصادق عليه السلام قال ولنبلونكم يعني المؤمنين بشيء من الخوف ألكبني فلان في آخر سلطانهم والجوع والجوع بغلاء أسعارهم ونقص من الأموال فساد التجارات وقلة الفضل فيها والأنفس قال موت ذريع والثمرات قلة ريع ما يزرع وقلة بركة الثمار وبشر الصابرين عند ذلك بخروج القائم ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم سادة الكرام مرة أخرى أحييكم أطيبة تحية وعنوان حلقتنا لهذا اليوم في برامج الخطاب القرآني أرجوع إلى الله تعالى وأثره في تغيير الأقدار أحيي ضيفي أدام في هذا البرنامج فضيلة الأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح تحية والسلام والأمان حسنتم فضيلة الدكتور قد انتهينا قبل أن نخذ الفاصل إلى نقطة أساس وهي لن نقدر علي وشكرا لك لكل ما تفضلت به من توضيح سامن وهذا ربما احتاجه كثيرون عندما تكون هناك الصلاة الغفيلة فعتى لا يمر الإنسان أو المصلي على هذه النصوص القرآنية مرّا أرضيا لا انتباعها مرّا خاطئا خاطئا فبدل أن يصلي ويتيقن من نزاعة وعظمة الأنبياء تتابو هذه الكلمات للتشكيك فجزاك الله خيرا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أثر التسبيح في الظلمات وما هي القراءة للظلمات تفضل دكتور التنقف على العبرة إن النتيجة الرئيسة من غضبه لله تعالى ومن عقيدته بأن الله تعالى لن يضيق عليه هذه الأرض الواسعة وأنه سينقذه من العقاب الذي سيحل بقوم هذه الأرض التي لم يستمع أهلها إليه ولم ينصتوا إليه نتيجة ذلك كانت نداءه في الظلمات هذه التي تبينها لنا نصوص أخر أخر قد وردت في سور أخرى كسورة الصافات فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفي سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه تنبذ بالعراء وهو مذموم هذه الآيات عندما تجمع بإطار الموضوع الواحد والفهم الموضوعي الواحد نستنتج أن يونس عليه السلام النتيجة الكبرى لتقواه ولغضبه لله تعالى كانت إعلانه المتواصلة وهو في هذا الابتلاء في الظلمات التي يمثلها بطن الحوت وعمق البحر وظلمة الليل وغيابها عن الأرض البر نعم البر اتعاده عن الضوء اتعاده عما خلق هو خلقة طبيعية ليكون عليه وهو اليابسة ما كان نداؤه كان نداؤه اللا إله إلا أنت توحيد سبحانك هذا لا يقوله ظن بربه حاشا لله أي شاكل فيه هنا توازنت المعارضة نعم هذا لا يقوله إلا المعتقد المتيقن وذو اليقين القاطع اللا إله إلا أنت سبحانك نزه الله سبحانك أي أنا أنزهك أنزهك أن تكون قد ظلمتني الله هو في بطن الحوت في عمق البحر في ظلمات متراكمة وكأنه بعبارة ضمنية إيحائية يشكر لله تعالى أنه هنا لماذا يشكر له لأنه يؤمن أنه بعين الله لذلك أيها العليل أيها المريض أيها المبتلى أيها السجين أيها الأسير يا من لم ترزق بطفل إلى الآن بعد سنوات أو سنين قد خلت أيها المطلوب دينا كبيرا لا تيأس من رحمة الله سنت ماذا كنت تقول لو أنك كنت محل النبي يونس عليه السلام وقد ابتلعك حوت في عمق محيط في جوف الليل أكنت تتيقن من أن الله تعالى قريب منك تناجيه تناديه فنادى فالظلمات هذا النداء لا يكون إلا من مؤمن إذن عندما نادى كان متسلحا بالمقتر الإلهية كان متسلحا ومتيقنا كان في كامل منظومته الإيمانية وقد نزه الله تعالى بالتوحيد نعم بأنه لن يخطر في باله أن ابتلاءه هذا إنما جاء عقابا له إنما هو ابتلاء اختبار ابتلاء صبر وابتلاء مباهات إلهية بيونس عليه السلام أمام الملائكة جميل أمام الجبابرة أمام الملوك هل سمت الأنبياء دائما أنهم يتواضعون أمام الله سبحانه وتعالى بل احتراف أنهم بل أنهم ظلموا أنفسهم نعم كقوله تعالى أني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين من باب التأدب نعم كنت من الظالمين لعلي قد قصرت هذه رسالة في الدعوة إلينا نحن لعلي قد قصرت في تنزيه الله قد قصرت في تسبيح الله قد قصرت في عبادتي لله سبحانه وتعالى قد قصرت في مغاضبتي القوم الذين جحدوا نعمة الله لعلي قد قصرت في يقيني بين يدي الله يقول للتفاصيل أنه تركهم وخرج من المدينة لما لقاهم من ظلمهم وأذاهم طبعا مما امطردوه في بعض التفاصيل مما يؤسف منهم أن الآيات الكريمة أو أن الآيات الكريمات توحي بأن توحي طبعا بالفهم السطحي أن النبي يونس عليه السلام قد اختل نظام منهجه في الدعوة أو تململ من الدعوة أو ضجر ويئس وسئم قومه فتركهم ولم يبق معهم لذلك عوق بابه هذا يعني ليس بمقبول مطلقا إنه مرسل والرسول لا يكون رسولا يحسم ذلك النص القرآني وكذلك ينجي المؤمنين يفقه ما يفعل نص القرآني يحسم ذلك دكتور وكذلك ينجي المؤمنين نعم فاستجبنا له طبعا قراءة أخرى لقوله تعالى عن بلسان حالي النبي يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين إن قومي اتهموني بأنني قد ظلمتهم بالدعوة إلى التوحي وفاين هو هذا حصل وهذه الآيات شأن ما لاقه شعيب عليه السلام عندما كان يستهزوا بيقوة دائما أود أن أؤكد جميل هذه الاتفاة دكتور مسألة قراءة الضمير في النص القرآني يا أيها المسلمون يا أيها المستشرقون اقرأوا الضمير في القرآن قراءة فاحصة تدكتور إذا كان غائب صعب من القراءة يعني علي أن أقرأ بمنظار أن الرسول نزيه ومنزه فكيف أفهم الظالمين إذن يعني قراءة استقامية نعم حسنت أنا أريد أن أقرأ كلمة الظالمين بمنظار يعني سبحانك إني كنت من الظالمين يعني أنا لم يكن الظالمين بمنظار أنه من المخلصين وإن عباد الله المخلصين لا سلطة للشيطان عليهم أبدا وإذا كان النبي يونس عليه السلام من الظالمين فإذن كان قد أرض الشيطان بظلمه غيره وهذا محال محال الظلم لا يكون إلا صنيعة ترضي الشيطان سواء أكان الظلم ظلما نفسي أو ظلما الآخر إذن إني كنت من الظالمين برؤية قومي الجاحدين كانوا يرون أني من الظالمين لأنني دعوتهم إلى ترك اللهوي واللعب والشرك والفجور والزنا وشرب الخمر هذا كله يرون أنه من المباحات التي هي بأموالهم ومن حقوقهم وحرياتهم كما أننا اليوم إذا نصحنا شخصا منحرفا لا دين عنده ولا عبادة له ولا يعود بالأخلاق السامية يرى أننا قد ظلمناه بتدخلنا في حريته ليكون الناصح له هنا نشكوكا بأنه ظالم الله والواقع أننا لا سلطة لنا بالقمع والجبر بالنصيحة إنما نحن ننصح بالكلمة الطيبة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن أنا أقول لطلبة الجامعات مثلا كونوا رجالا بعض الطلبة يرى أن هذا ظلم له لأنه تدخل في حقه الشخصي لماذا أقول له كن رجلا لأنني أراه يرتدي لبس البنت ولأنني أراه يرتدي لبس الطفل ويتماع أحيانا يلبس بنطالا أو بنطلونا قصيرا ويظهر جزءا من ساقه الأسفل ويظهر كعبيه بشكل مقزز قبيح لا يتذوقه عاقل بل لا تتذوقه الأنثى وإن نظرت إليه هذا عندما ينصح يحسمون ذلك هموضة فضل نعم يأبى النصيحة ويرى أننا من المتخلفين وقد ظلمناه فنحن إذن من الظالمين كذلك عندما ندعو الطلبة إلى القراءة طبعا هذا ليس عاما هذا أوجهه لبعض للطلبة الذين لا يمثلون الواجهة الراقية لا أجمل من القيم نعم للطالب العراقي والطالب الجامعي الذي نتشرف أن نكون خدمة له ولا سيما أولئك الذين يظهرون بمظهر الرجال وللطالبات اللائي يظهرن بمظهر النساء العفيفات ليكن قدوة ولا ننسى فضلت الدكتور أنه حتى القرآن والأديان والأخلاق يتدعو الإنسان من التكامل في ملبسه في منهج واحد في مشربه في كل تفاصيل حياة نعم فاستجبنا له طيب فاستجبنا له هذه نتيجة للسرعة لا هذه نتيجة لا يستدعيها من ظلم ولا يستدعيها من شك في قدرة الله وغضب على الله ولا يستدعيها من غضب على ربه هذه الاستجابة الإلهية المباشرة بالفاء التي تدل على المباشرة السرعة نعم ووقعا لا أقول إن شيئا يوصف بالسرعة على الله الله لا زمن معه فلا يوصف لا بالسرعة ولا بالبطء جميل فاستجبنا له ونجيناه من الغم الاستجابة كانت نتيجتها أنه قد نجى من هذا الغم الذي سلط عليه ابتلاء له فنجح في الاختبار وكذلك ينجي المؤمنين إذن قرار الإلهي ليس للنبي يونس عليه السلام بل لكل إنسان مؤمن يشكر لله تعالى إن ابتله ويصبر على بلائه وابتلائه لأنه سينال نعمة الإلهية قريبا دكتور لدي وقفات عن بعض المفردات التي وردت في آيات أخرى إذ أبق إلى الفلك المشحون أبق إلى الفلك الآبق لفظة تطلق على الهارب والهرب هنا ليس عيبا لماذا؟ لأنه بحسب السياق مرضون يقتلوه دكتور نعم هو بحسب السياق يتصل بالنبي يونس عليه السلام إذا قلت هرب السجين هذه صفة ذن لأنها قيلت عن مذموم هرب القاتل قيلت عن مذموم هرب المؤمن هذه ليست صفة بذنه لأنه والهروب حقيقة يكون للذي ينسل سلالا ويغادر مكانه من دون ما علم لغيره ويكون مبحوثا عنه إذن إذ أبق إلى الفلك المشحون كما ألمحت أنت رعاك الله قبل قليل أن قومه كانوا يحتاجون إليه بعدما بعد أن رأوا بوادر العقاب الإلهي قد أقبلت عليهم فقالوا هذه الغمامة السوداء هذه الريح العاصف مشارف العذاب هذه الأجواء إنما هي إشارات قد نبهنا إليها النبي يونس عليه السلام قدر الله محالم أو العبد الصالح يونس عليه السلام فإذن لقد كان صادقا ولقد ظلمناه عندما حكمنا عليه بأنه ولا بد من الرجوع إلى الله ورجوع إليه إني كنت من الظالمين بلسان حالهم والله أعلم إذن إذ أبق إلى الفلك المشحون تركهم وهرب إليه بمعنى أنه كان مبحوثا عنه ويراد جيد إلى الفلك الفلك المشحون هو المركب الذي امتلأ بالراكبين وشحن كما يتداول هذا المصطلح نعم يكاد يكون لا يسعوا لأحد آخر جميل دكتور دعني بالدقائق التي تبقت لدينا الرجوع إلى الله تعالى ما منتو بالله يغير الأقدار كأمن تكون تلك الأقدار وكأمن كان تلك الأقدار يونس عليه السلام غير الله تعالى له ما حل به وغير عن قومه أيها العقابة من ذلك ما الذي نستفيده؟ إذا جاءتك النصيحة فتقبلها وإذا نصحت من عاقل فاقبل نصيحته وإن كانت على حسابك الشخصي نحن اليوم لدينا مصلحة مختصة ولدينا مصلحة عامة فإذا كانت المصلحة المختصة تطيح بالمصلحة العامة فعلينا أن نغلب المصلحة العامة طيب لو طبقنا على واقعنا الحال هناك من يقول أن البلاد التي نعيشها اليوم حل ما حل بها وامتلأت بالفاسدين فالرجوع إلى الله والقدر الذي نحن فيه كيف يمكن أن يغير؟ أولا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذه إشارة واضحة إلى العبرة التي نستقيها من قصة النبي يونس عليه السلام ومن حال قومه الذين انقلبت حالهم من العقاب الإلهي القادم الآت القريب إلى الرحمة الواسعة التي نعم بها فما علينا إلا أن نلتزم بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من تعاليمة ومن إرشادات ومن توجيهات ومما أمر به أوصياؤه الصالحون الذين حملوا الرسالة الذي حلت به المصاعب والمهام والشقات من يونس عليه السلام الذي يستلهم ليس عليه إلا أن يصبر وإلا أن ينادي كل لحظة لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين باتهام الآخرين باتهام الآخرين إياي بالخروج عن مرادهم أو لأنني قد قصرت في حقك بالعبادة و باللجأ إليك ليس علينا إلا أن نصبر وإلا أن ننجح بهذا الصبر و هذا لا يكون إلا بالقناعة و باليقين المطلق بأن الله تعالى قريب يجيب دعوتنا كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم و حلت بهم المعاصي و تجروا على المنظومة القيمية لله سبحانه وتعالى التي أرساها الإنسان لكي يكون متكاملا فبالتالي هو يقول أنا أنا أذنبت خلاص و أنا سائر في هذا الطريق إلى الهاوي قل يا عبادة الذين أسروا هذا يأس قوامه أنه لا يؤمن بقدرة الله تعالى أن تكون منقدة له و لذلك هؤلاء يقنطون و يقنطون و هؤلاء علينا أن لا نرافقهم أعجبتني كلمة من أحد الأخوان العرب قال لا تصاحب المثبطة ولا المحبطة لأنه يضيق الدنيا أمامك فإن قال لك لا تفعل هذا لا تقم بهذا لا تقبل على هذا فإن هذا فاشل يريد أن يحبطك و يثبتك عن عزيزة و باب الله مفتوح للمغفر و تركه و توكل على الله التوكل على الله مفتاح النجاح فضلية الدكتور علي عبد الفتاح شكرا جزيلا لك و لكل ما تفضلت به و أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا دائما من الراجعين إليه إن شاء الله شكرا إن شاء الله شكرا مشاهدين الكرام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا